اشتركوا في القناة لكن لفت انتباهي سؤال مهم جدا فحبيت اعمل فيديو عن الموضوع دي علشان كل يستفيد واحدة من متابعين الكرام بتسأل عندها فراخ بلدي بتربيها من عمر يوم لعمر البيض وبعدين فجأة العرف بيسبح لونه أزرق وبيموت القطيع كله بعدها اشترت فراخ عمر شهرين من مزرع بتحجن وبتطعم كل تطعيمات وغيرت المكان لكن طبعا حصل معاها نفس الكلام العرف بيسبح لونه أزرق والوجه بيتورم وبيموت القطيع كله فبتقول كيف اتفادى هذه المشكلة طبعا كان مفروض نعرف القطيع عدده كام ولو فيه أعراض تانية بتظهر عنديها زي مثلا الإسهالات فهي جوابتني وقالتلي انه العدد عندها ستين ولون الإسهال أخضر والعرف بيصبح أزرق طبعا عمتا الإسهال الأخضر دي بيكون حاجة من الاتنين ايما سموم فطرية والعلاج بتاعها بسيط جدا المفروض انه احنا بننزل مضاد سموم فطرية والعرف لازم يكون سليم ما يكونش في أي حاجات لونها أسود أو أخضر لانه دي بتكون دليل على إصابة العرف بالسموم الفطرية طبعا السموم الفطرية عمتا بيكون نافقها بسيط إلا لو كان العلف فيه سموم فطرية ففي الحالة دي المشكلة بتستمر معانا والنافق بيزيد علشان كده ما بنصح حضراتكم إنكم تفحصوا العلف كويس وتتأكدوا من العلف سليم ويريد تجيبوا العلف من مصدر موصوق لو العلف كان فيه أي حاجات لونها أخضر أو صودة يبقى المفروض نغير العلف فورا ما نستناش عليه الحقيقة التانية اللي بتعمل إصالات خضرة هو مرض فيروسي اسمه مرض نيوكسل وأتمنى أنه ميكونش الحل ده لأنه مشكلة أنه يكسل كبيرة جدا وللأسف النفق بتاعه بيكون عادي جدا وكمان ملوش أي علاج لكن ليه تحصينات والتحصينات دي بتقلل من فورة ظهور المرض لكن طبعا مش بتمنعه التحصينات هي إيه؟ التحصينات عبارة عن تحصينات وتتأخذ في اليوم السابع في تحصينات لا صوتة أو ممكن نديها كلون دي بتكون في اليوم الثانتاشر وبعدين بنكمل بتحصينات الكلون في اليوم الثمانية وعشرين وبعدها بعشر تيام في اليوم الثمانية وثلاثين طبعا احنا بنستمر في تحصينات الكلون لو احنا استمرنا في التربية طبعا في الحالة دي علشان نعرف المشكلة هل هي مشكلة إصابة بصموم فطرية أو إصابة مرض النيوكسل فالفراخ دي طبعا لازم يفحصها ويشوفها زميل طبيب بيطري علشان يقدر يجزم المشكلة هنا مشكلة إصابة بصموم فطرية أو إصابة بالنيوكسل طبعا المفروض احنا ناخد الاحتياطات اللازمة وده طبيعي انه يحصل مش لازم نستنى الحد ما تحصل المشكلة لا احنا دايما اللي بيربي فراخ لازم بياخد بالوقاية يعني العنبر او المكان لازم تطهاره كويس بعد طبعا ما تنظفه وتستخدم مطهر فيروسي اسمه مطهر ويركون كويس ونتيجه فعالة جدا في حالة الاصابة بالامراض الفيروسية بنستخدمه قبل ما نبدأ الدورة بتاعتنا وممكن نستخدمه اثناء الدورة ونرش ببخاكة كده صغيرة تمام في جو العنبر وللعلم المطهر الفيروسي ده ممكن نستخدمه في البيت ومطهر بيه ايدنا بدل من الكحل وهو افضل واقمن من الكحل طبعا في الحالة دي المعانة هنا المفروض برضو بتحسن التحسينات بس طبعا الموضوع هيكون صعب لانه التحسين الانبولة اجل الانبولة بتحسن الف فرخة فطبعا هي عندها ستين يعني انما دايما بينفع للمزارع او الاعداد الكبيرة لكن طبعا الحالة دي لو كانت نيوكسل فطبعا هو مالوش علاج لكن احنا بنشتغل لنزل مطهرات ورافع مناعة باستمرار ده بيقلل نسب انتشار المرض وبياخر من النافج لكن طبعا دي حاجة بتساعد لكن مش بتعالج منفروض طبعا ان احنا عمتا بننزل مضاد صموم فطرية بشكل دوري يعني على اجل كل اسبوع وده للوقاية ولازم نجيب العلف المصدر موصوق لانه العلف بيكون حاجة مليانة بالصموم الفطرية فدائما بيصيب الفراخ ذا كان استفسار من احد المتابعين حبيت ان ننزلوا لحضراتكم علشان من الكل يستفيد اتمنى ان يكون فيديو عجب حضراتكم في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشارك في القناة فعال الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة